برنامج منتاج مجاني للموبايل برنامج المنتاج اللي احنا هنشرحه ده انا باعتبره من اسهل وافضل البرامج المجانية اللي تقدر تعمل عليها منتاج بالموبايل وكمان بدون علامة مائية يعني مفيش ووتر مارك وهو سهل جدا ووجهته سهلة تابع معي الشرح من البداية للنهاية اه صحيح ونسيت اقول لك كمان ان البرنامج بالعربي السلام عليكم ونحمة الله وبركاته وارب تكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم واسرار اليوتيوب والربح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشال ميديا لو انت مهتم بصناعة المحتوى والربح من اليوتيوب والربح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج تقدر ان انت تبحث في القناة ستجد كل الاشياء اللي انت تحتاجها طبعا الايام اللي احنا فيه هدية في 2024 معظم البرامج اللي الناس كانت بتستخدمها بشكل مجاني أصبحت مدفوعة ناس كتيرة بترسل لنا وتقول لي شوف لي برنامج منتاج مجاني خلينا أقول لك معلومة صغيرة من أهم عوامل اقتراح الفيديوهات سواء كان على اليوتيوب أو حتى على أي منصة أخرى هو الاحتفاظ بالجمهور اللي هو الـ Audient Retention المشاهد بيبدأ أنه هو يشاهد مدة قدي من الفيديو لما أنت تكون بتقدم معلومة كويسة في الفيديو لما أنت تكون بتجذب المشاهد وعمله مؤثرات وعمل منتاج قوي ما يخليش المشاهد يميل وبالتالي هيشاهد أطول مدة من الفيديو بيبدأ المنصة تبدأ أنها تقترح الفيديو وتظهره لناس أكثر وأكثر لذلك المنتاج اللي أنت بتعمله للفيديو هو يعتبر من أهم عوامل نجاح الفيديو خلينا نبدأ في أول مرحلة وهي تثبيت برنامج المنتاج على الموبايل هنبدأ نفتح المتجر وهنبدأ هنا في البحث ونكتب اسم البرنامج هنضغط كده هنا على البحث وهنيجي هنا ونكتب اسم البرنامج برنامج انشوت تابع معي الشرح للنهاية علشان تطلع بالمعلومة بشكل كامل وبعد كده يظهر معاك هنا البرنامج برنامج تصميم الفيديو اللي هو انشوت هنبدأ نضغط على التثبيت وننتظر لغاية ما يثبت البرنامج على الجهاز والكلام اللي أنا قلتلك عليه في البداية وهو أن البرنامج سهل بسيط مجاني الوجهة بتاعته سهلة جدا لأي حد يقدر يشتغل عليه بدون علامة مائية للهاتف كل ده هتلاقيه موجود ان شاء الله في هذا البرنامج ولكن تابع معي للنهاية لو انت بتشاهدني دلوقتي ولقيت الأشياء اللي أنا بعرضها على الشاشة الجودة مش عالية عشان تشوف كل الكلام المكتوب والأشياء اللي احنا نعرضها تقدر تعلي جودة الفيديو والفيديو ده بجودة تقدر تعلي الجودة أثناء تشغيل الفيديو بالمناسبة البرنامج اللي احنا بنشرحه اللي هو برنامج انشوت بتقدر تصنع به أو تنتج به فيديو سواء ان انت شغال على يوتيوب فيديو بالعرض فيديو بالطول فيديو للريلز على الفيسبوك فيديو قصير فيديو للتيك توك لأي منصة تقدر تعمل عليه الشيء اللي انت عايزه بعد ما تم تثبيت برنامج المونتاج بنبدأ ان احنا نضغط على فتح وده واجهة برنامج انشوت زي ما انتو شايفين كده انت عايز تعمل ايه عايزين نعمل فيديو هنبدأ ان احنا نضغط على فيديو على فكرة انا مش هشرح لك كل الحاجات اللي موجودة في البرنامج انا بديلك فكرة عامة عن البرنامج وانت اثناء وانت شغال بتبدأ ان انت تطلع باشياء تانية انا مش هرحتهاش هنعمل عنه ان شاء الله شروحات تانية كمان بعد كده فهنبدأ ان نضغط على فيديو طبعا يطلب منك سماح علشان يبدأ ان هو ياخد فيديو من على الموبايل المفترض ان انت سجلت فيديو عندك وجاهز نضغط على سماح وبعد كده بتيجي هنا على الفيديوهات عشان تختار الفيديو من الموبايل بتبدأ ان انت تختار الفيديو بتضغط عليه كده بعد كده بتضغط على علامة الصح اللي تحت علشان يبدأ ان هو يدخل الفيديو على البرنامج بتبدأ تضغط على التالي التالي متأكد خلاص كده كده الفيديو اصبح موجود على البرنامج منتبقي بقيت ان انا اضيف عليه مؤثرات ان انا احط صورة ان انا احط فيديو على فيديو ان انا اعمل ازالة يعني اتحكم بشكل كامل في الفيديو. طبعا عندي تحت هنا زي اي برنامج منتاج. ده الشريط اللي تحت ده ظاهر فيه الفيديو بالشكل ده كده. طبعا خلينا اقول لك ان فيه ووتر مارك. وهو شايفين مكتوب انشوت ودي هتظهر مع الفيديو لما تخرجه. طبعا انت تصدمت صح ان فيه ووتر مارك. صح كده? لأ هنزلها دلوقتي وبشكل مجاني. هنبدأ نضغط كده على الاكس اللي عليها. بيبدأ يظهر لك هنا بيقول لك ان انت تشترك في او ان انت تضغط هنا تحت هنا ازالة ولكن ايه هيظهر لك فقط اعلان. شاهد الجزء من الاعلان او الاعلان ده قدامك بعدها بيتم ازالة العلامة المائية. خلينا نختار الحاجة المجانية اللي هو الازالة اللي تحت نضغط عليها كده. بيبدأ يظهر لك اعلان عن التداول عن اي شيء. يعني ما فيش اي مشكلة نستحمل ان احنا نشاهد الاعلان ده. فعلا عن التداول. خلينا اسألك سؤال كده لغات الاعلان ما يخلص. نسأل لبعض. هل عندك فكرة عن موضوع التداول? هل استخدمت ابلي كده او عملت اي حاجة تخص التداول? لو عندك اي فكرة وبتستخدم حاجة او بتستخدم اي منصة للتداول اكتب لنا في تعليقات هذا الفيديو. بنبدأ ان احنا نضغط على الاكسل اللي فوق ديت. خلاص راحت العلامة المائية. الوتر مارك اصبحت غير موجودة على الفيديو. اول حاجة بنبدأ ان احنا نحددها وهي ما هي الابعاد اللي انت عايزها للفيديو. يعني انت عايزه مثلا اليوتيوب اللي هو ستاشر لتسعة ولا عايزه بالطول اللي هو تسعة لستاشر ولا انت عايزه الاي بالضبط ولا مربع اللي انت عايزه. طبعا الشريط اللي تحت ده تقدر ان انت تلعب فيه كده تحركه شمال ويمين زي ما انت شايف كده. خلينا نجيبه في الاخر خالص. الاخر حاجة اللي هو ايه حجم الصورة زي ما انتوا شايفين كده. حجم الصورة ده هحدد به الابعاد من البداية. علشان يكون الفيديو ظاهر معي بابعاده اللي انا هخرج بها. هبدأ ان انا اختار اللي هو الاختيار اللي هو حجم الصورة ده. وهبدأ ان انا اشوف الابعاد اللي انا عايزها. انا مثلا عايز اعمل فيديو اليوتيوب اختاره ستاشر لتسعة. بالشكل ده كده. تمام? واضغط على صحة. لو انا عايزه بقى للتيك توك عايزه لي يعني اي حاجة هنا موجودة كل الابعاد قدامك موجودة. اضغط على صحة. يبقى انا كده اخترت الابعاد ديت اللي هو ستاشر لتسعة لليوتيوب اللي هو فيديو بالعرض. اه صحيح ونسيت اقول لك كمان ان البرنامج بالعربي. شايفين يا جماعة الكلام مكتوب بالعربي. تمام? ولو انت الموبايل بتاعك بالانجليزي هتلاقي برضو بيزهر معك بالانجليزي. تمام? فالامر حلوة يعني. خلينا نعمل اول حاجة هو ان احنا نضيف نص مثلا في اي مكان كده. يعني انا مثلا هنا كده عايز اضيف نص. يظهر معي على الفيديو. فهبدأ ان انا اجي في المكان اللي انا عايزه. واضغط على اللي هو اضافة نص ديت. اللي هو وهبدأ ان انا اختار اضافة نص. وهبدأ ان انا اكتب هنا النص اللي انا عايزه. طبعا اللوحة بتاعة الموبايل اللي هو لوحة المفاتيح ديت. لو كانت بالانجليزي ده اقدر تحولها للعربي. هوت بالعربي مش ايه مشكلة? كتبت نص هوت. تمام كده? واقدر ان انا بات احطه في مكان اللي انا عايزه. تمام? اضغط على اللي هو طبعا هنا طبعا الفونت ده. الكلر بتاعه شكله ايه? اقدر اختار من هنا اللون بتاعه. مش ايه مشكلة خالص. اعايزه بالمثلا كده بالشكل ده. اضغط على صح. بيجي لي باللون اللي انا عايزه هوت. تمام? هنا مثلا عايزه باللون ده مثلا اختار بقى انت ويلعت فيه بقى براحتك انت بقى. تمام? واضغط على صح. مثلا كده كده حاجة اه تجربة. نختار مثل لون ده وما اضغط على صح. وبعد كده هنا كمان باضغط على ايه? في عندي برضو هنا تفاصيل كتيرة وحاجات كتيرة اتقدر تلعب فيها يا جماعة. تمام? تغير في الفنت بقى وشكله وكلام ده كله. احنا عايزين حاجة سريعة نضغط على صح. احنا بس بنعمل حاجة سريعة. لو انا ضغطت على التى تاني بالشكل ده كده. اقدر ان انا احد اسحبه كده وحطه في المكان اللي انا عايزه. بالشكل ده كده. احدد مكانه الاول. كده مثلا افترنت. واروح اضغط على صح. طيب. طيب انا عايز مسلا امده شوية عايز يزهر معي في طول الفيديو في مدة ايه? عادي. بضغط على التى تاني كده. وابدأ ان انا هنا امد هنا شوية. يعني يجي هنا كده واحدد كده اللي هو الايه النص ده اللي هو هلا بكم ده. وابدأ ان انا اشده كده في المكان اللي انا اعايزه. يبقى كده هيظهر معي في الحتة دي كلها او في المدة ديت كلها هنا تحت على تحت. اهوة. بالشكل ده كده يا جماعة. خلان شغل. بيبدأ يظهر معي. لو انا عايز من اول الفيديو الاخر ما بيش اي مشكلة. احنا كده خلصنا اضافة نص تقدر تعمل مؤثرات عليه بقى من هنا. طيب. بعد كده عندي هنا فلاتر. الناس اللي بتحب الفلاتر. احدد كده مثلا الفيديو. وابدأ ان انا اختار كده فلتر. وابدأ ان انا اختار الفلتر اللي انا عايز. وعندي هنا فلاتر يا جماعة من انا اختار منها. مفيش اي مشكلة خالص. يعني فلتر زي ده. فلتر زي ده افتح اغمأة. الناس اللي بتحب الاشياء دي. تقدر تغير اه وتضيف الفلتر اللي انت عايزه. طبعا هنا هو عمل فلتر لو انا هزارجع اعمل رجوع مفيش اي مشكلة من السهم ده. انا هرجح كده مش عايز فلتر ولا شيء. تمام. بالنسبة للناس اللي هم بيحبوا ان هم يسجلوا الفيديو. وبعد كده يقعدوا كده بقى في رواءان ويبدأ ان هم يسجل الصوت يحطوه على الفيديو في اثناء المونتاج. فيش اي مشكلة خالص. عندك الفيديو انت سجل ده اللي هو زي ده كده. ده الفيديو هو تشغال. تمام كده. بتيجي هنا على الصوت. علامة الصوت دي كده. وبيبدأ ان هو يجي لك هنا بقولك موسيقى او سجل. تقدر ان انت تضغط على موسيقى كده. يبدأ ان هو يعمل ايه? يبدأ ان هو يجيب لك هنا موسيقى. طبعا انا يعني لا انصح اصلا باستخدام الموسيقى عشان الحرام وكده. نرجح تاني. تمام? عندك هنا فيه هنا اللي هو سجل. تمام كده? تقدر ان انت تضغط هنا كده. وتبدأ ان انت تسجل. بالشكل ده كده. تبدأ ان انت تسجل. متأكد. وتبدأ ان انت ضغط هنا على الاحمر ده. تبدأ ان انت تسجل. العدد بيشتغل معك. انت كده بتسجل كده. تمام كده? بتسجل آآ مدة معينة. تمام? ممكن انت تسجل من اول الفيديو الاخره وتبدأ تضغط تاني مرة. يبدأ ان هو يوقف معي. لو انا شايف ان ده تمام بضغط على صح. كده عامل لي ايه? كده حطي لي التسجيل على الفيديو. طيب انا عايز الصوت اللي انا حطيته ده. يبقى صوته هو الاساس والصوت التاني مثلا ان هو واطي. اقدر اتحكم في الصوت ده او الصوت ده. اضغط عليه كده. ويبدأ ان انا اجي هنا حجم الصوت هنا مثلا مية في المية اقدر اخليه سفر. اقدر ان انا ازوده. اقدر ان انا اعمل الصوت اللي انا عايزه. يعني اتحكم هنا في الصوت. واضغط بعد كده على صح. واضغط على صح. عشان اخرج من الحتة دي خالص. في اي مكان بها انت عايز تضيف الصوت تعمل كده. او لو انت عايز من اول للاخر تشغل من الاول وتبدأ تسجل الصوت. عندنا كمان لو انا عايز اضيف فيديو على الفيديو ده. يعني عايز فيديو كده يبقى ايه? فيديو راكب على الفيديو. وانا بشتغل كده مثلا عايز اعرض فيديو جنبي مني. تمام? الناس اللي بيعملوا اللي بيعملوا اه في سكام اللي بيعملوا معرفش ايه? الكلام ده كله. تضغط هنا على اللي هو اللي هو فيه مربع ده كده تضغط عليه. يبدأ ان هو ينقلك للموبايل عشان يجيب الفيديو اللي انت هتحطه. نبدأ ناخد الفيديو اللي احنا نحطه. نبدأ مثلا نختار الفيديو ده كأن ده الفيديو اللي يتحط عليه. يعني يتحط عليه كده كايه? فيديو على فيديو. نبدأ نختاره بالشكل ده كده. شايفين يا جماعة? اه. ونبدأ نحدد طبعا الفيديو ده يكون قد ايه? صغير صغير كبير. ان شايفين اه? فيه سكام. اه. زي الحاجات اللي انتم بتشوفوها. الواحد ايه اللي هو? زي انت بتشوفني كده. بقى عرض جنبي مني فيديو واشياء زي كده. تمام كده? تمام? عايز تغير فيه بقى طبعا وتعمل له مؤثرات كل الحاجة موجودة. وتضغط بعد كده على صح. كده بقى فيديو على فيديو. شفتوا اللي انا شغلت? فيديو هنا على بعض. ركبين على بعض. بتقدر طبعا ايه? تزبطوا بقى وتحطوه بقى كده بقى تفريم وحاجات اه? والاشياء دي كلها. لو انت عايز تيجي في مكان كده وتقص مثلا تعمل تقسيم كده. تمام? بتضغط هنا كده هوت. يكده يعمل لك تقسيم. لو انا عايز احزف الحتة دي مثلا اقدر ان انا احزفها. مش اي مشكلة خالص. يعني اقدر احزف دي كده اضغط عليها لانه اصبح هي اصبح جزئين. اقدر ان انا اجي هنا كده واضغط على حسف. اي حاجة انا مش حيث اضغط على حسف. مفيش اي مشكلة خالص. طبعا حجم صوت الفيديو لو انا كده جيت على مثلا الفيديو ده كده واخترت حجم الصوت اقدر ان انا اعلي واوطي. مش اي مشكلة خالص. اقدر ان انا اعلي واوطي الصوت. خلينا ننتقل لنقطة مهمة ومطلوبة وهي اضافة الكرومة. الكرومة اللي هي بتاعت ايه? اللي هي الخاصة بالاشتراك في القناة. اتذكر الناس ان هما يشتركوا في القناة. تمام? فازاي ان احنا نضيفها وازاي ان احنا نعمل ازالة للخلفية بتاعتها. بالابدأ ان احنا نختار هنا برضو اللي هو المربع ده. طبعا نقف في الفيديو كده على اي مكان اللي انا عايز اضيفه كلمة اشتراك. اضغط على المربع ده كده. بعد كده اضغط هنا على المربع اللي هو ظهر معي في الجنب ده كده. عليه علامة زائد. وبعد كده اختار بقى الكرومة اللي انا عايز اضيفها على الفيديو. اللي هو الاشتراك. كده ظهرت معي بالشكل ده كده. زي منتو شايفين خانا شغل. اهي تشترك في القناة والكلام. طبعا اقدر ان انا اكبرها. اوقف كده الفيديو. اقدر ان انا حدتها كده. اضغط عليها يعني نفسها. وادر ان انا اكبرها وصغرها بيدي كده يعني. امسك يدي كده واكبر وصغر. تمام? بالشكل ده كده. طيب. وادر اصحابها كمان في المكان اللي انا عايزه. طيب. هي تفضل كده على الفيديو بالشكل ده. شكلها مش كويس. لازم ان انا ازيل اعمل ازالة للخلفية. طب اعمل ازالة الخلفية ازاي? خلينا نعمل مع بعض. وانا فتحها كده بالشكل ده. ومحددها بالشكل ده كده. تمام? باجي هنا على اللي هو اقتصاص. اللي هو الاقتصاص ده. اضغط عليها. وبعد كده اختار كرومة. وبعد كده اداي الى دي ابدأ ان انا احركها كده في اي مكان في الاخضر بحيث انها تيجي بالشكل ده. اقدر بقيت ان انا طبعا ازبط هنا. اللي هو ازود وقلل من هنا كده بحيث ان هو يشيل الاخضر كله. وبعد كده بضغط على صح. جات معي بالشكل ده كده. تمام? بضغط على صح. اصبحت بالشكل ده يا جماعة. اقدر ان انا بقى اسحبها. طبعا اضغط على صح الاول تاني. طبعا بحددها كده لو انا عايز. تمام? وادرت ان انا اسحبها في اي مكان. واكبرها بيدي كده. مثلا عايزها بالشكل ده كده. تمام? واضغط على صح. كده بقت معي بالشكل ده. خلينا نشغل كده. نجيب الفيديو من اول شوية. ظهرت معي الكرومة مفيش اي مشكلة خالص. لو انت عايز تقص اي مكان نفترض مثلا الحتة الاخيرة دي انا مش عايزها. عايز اقصها. مثلا كده الحتة الاخيرة ده عايز اقصها. مفيش اي مشكلة. بتيجي هنا كده مثلا على تقسيم. في المكان كده اضغط على تقسيم. عملي كده فصل من الجزئين. الجزء ده كده اروح جاي مختاره. واضغط على حسف. مش هي مشكلة خالص. وهكزا. لو انا عايز اضيف فيديو تاني اقدر ان انا اضيف فيديو تاني وتالت وهكزا. طيب انت بقوا تسألني وتقول لي الكرومة ديت اجيبها منين اللي هو بتاعة الاشتراك والايك والاشياء ديت. احنا عندنا في قناة على التليجرام. حطينا فيها اهم الكرومة اللي انت تقدر تستخدمها في المونتاج. لو انت دخلت قناتنا هتبدأ ان انت تطلع لفوق كده. الحاجات اللي احنا رفعنا قبل كده. هتلاقي كل الكرومة اللي انت تحتاجها موجودة تقدر تنزيلها بشكل مجاني وتستخدمها مع المونتاج. وعملنا فيديو عن الكلام ده قبل كده بس بقولكم في التعليق المثبت وفي وصف هذا الفيديو. وكمان بيظهر معك في شاشة النهاية في هذا الفيديو. طيب وبكده تقدر ان انت تقلب هنا في المؤثرات الموجودة ديت. وتقدر تعمل كل حاجة انت عايزها للمونتاج. كل حاجة انت عايزها اكيد موجودة هنا في هذا البرنامج. فانا عشان لا اطيل في الفيديو هتقدر انت تقلب هنا واثناء ما انت شغال وبتمنتج هيظهر لك وتعرف كل حاجة في هذا البرنامج. وفيش روحات تانية انتظرونا ان شاء الله. فيش روحات تانية عن برنامج انشوت وبرامج تانية هتكون كويسة جدا للمونتاج. اهم افضل برامج المونتاج في الفين اربعة وعشرين. انا خلصت كده خلاص المفترض ان انا اصدر الفيديو. يعني اخرج الفيديو من البرنامج. ابدأ ان انا اضغط هنا على تصدير. بيقول لك طبعا سماح. تختار سماح. بيجي لي هنا بقى الجودة اللي انا اخرج بها. شايفين يا جماعة? بيقول لك هنا الدقة الف وتمانين. طبعا اللي هو ده اللي انا محتاجه هنا. اللي هو الدقة اضغط عليها كده. بيقول لك انا الدقة انت عايزها كام? عايزه الف وتمانين? عايزه سبعمائة وعشرين? عايزه كام بالضبط? زي ما انت عايز. اللي هو في سبعمائة وعشرين في الف وتمانين في اه في انا مسلا دلوقتي عايزه مثلا اللي هو فور كي. مثلا خلينا نجرب. تمام? بالشكل ده كده. اضغط على تصدير. طبعا فور كي ده جودة عالية. تمام? ولو انا عايزه بجودة مثلا اللي هو اه الف وتمانين كفاية ليه اوكي. حلو جدا. عايزه بجودة اللي هو 720 كويس جدا 2K كويس جدا انا هختاره بجودة 4K ونبدأ ان احنا نعمل تصدير بنتظر لغات هو ما يخلص ويعمل رندر ويخرج الفيديو وبكده تم حفظ الفيديو على الجهاز خلينا ندخل على الموبايل كده ونشوف الفيديو ازي نوصل للفيديو تضغط كده على ملفاتي بعد كده بتيجي هنا على مكان التخزين الداخلي بتلاقي عندك هنا موفيز اللي هي الفيديوهات هضغط عليها اهوت انشوت افتحه بيظهر للفيديو اللي انا لسه هعمل له منتاج ابدأ ان انا اضغط عليه كده وابدأ ان انا اشغله بمشغل الفيديو يبدأ ان هو يشتغل معي بالشكل ده كده زي انتوا شايفين هوت كل حاجة اشتغلت معي والفيديو تمام التمام ما اضربان انا استخدمه وارفعه على قناتي او على اي منصة انا عايز ارفعه عليها وكمان لو انا فتحت ملفاتي برضو على مقاطع الفيديو هتلاقي برضو موجودة عليها لا تنسى ان انت تشترك في قناتنا على التليجرام وتنزل الكرومة بشكل مجاني من قناتنا رابط قناتنا على التليجرام موجود في وصف القناة هو وصف هذا الفيديو وكمان في الفيديو اللي هو خاص بالكرومة ننتظر تعليقاتكم تحت هذا الفيديو بخصوص برنامج المنتاج اللي هو انشوت سواء ان انت كنت بتستخدمه او استخدمته دلوقتي بعد ما شاهدت هذا الفيديو قلنا رأيك فيه مقارنة ببرامج المنتاج الاخرى وهل هو كويس ايه سلبياته ايه إيجابياته وانتظروا مننا ان شاء الله فيديوهات اخرى عن هذا البرنامج في امان الله مع السلامة